تحياتي وباسمي الأحمر الرحيم وأحنا وسهلا فيكم جميعا طبعا هذا بث مباشر هيكا سريعة منعمله نتيجة انه اللي حصل اليوم تقلق كريستيانو رونالدو الكبير الهاترك مش هاترك اثنين يعني جال سجل قولين الرجل وأيضا داني أولمو نبدأ برونالدو أكيد الكلام كله عن الهدفين الهدف الأول طبعا كان تمركز يعني يقول الأمر ما سجل لكن الهدف الثاني أثبت في رونالدو شو بيقدر يعمل ووقف في المساحة انطلق واستلم بشكل رائع ثم حسم ربما أكثر شي شفنا اليوم بتأثير رونالدو الرغبة للجميع انه يحس شو بدي يعمل رونالدو الطموح الاهتمام بمان يونايتد وكأنه مان يونايتد بعزه كأنه مان يونايتد بأفضل حالاته هذا شي زمان ما شفناه عمان يونايتد رجعوا رونالدو في مباراة واحدة بس قالي جريزل زي ما غردت وقلت كانوا نسينهم مركين يونايتد إجا اليوم أفرام من قاعد سنتين وشي عشان يحضر بمان يونايتد بصراحة اللي عملوا يعني اليوم كريستيا رونالدو شيء قارق شيء ممتاز بداية ذهبية جدا بداية ملهمة مدوم ذلك تحركات رونالدو تمركز رونالدو حول منطقة الجزاء شيء بيخلي اللاعبين يحسوا إنهم بيقدروا يوصلوا له طبعا أنا يعني طالع لايف عشان أوضح للناس اللي حيشوفوا الفيديو اللي شفناه من رونالدو اليوم من حيث التمركز من حيث حتى ما يرجع برا ويربط الخطوط بيزيد عدديا ما بين اللاعبين شيء رائع جدا شيء ممتاز كبداية كلاعب لسه ما لعب ما حدول اللاعب ولا مرة اللي عمله بالثورة الأخير ممتاز للغاية اللي يسجل ممتاز للغاية التأثير المعنوي ممتاز للغاية وعشان يزيد التأثير المعنوي أكتر رونالدو فرناندز عم يجد نفسه بيهدف رائع كأنه بيقول وكأنه بتوصل الرسالة بتقدر تكون نجم بجانب رونالدو ما فيش إلا نجم واحد لا بتقدر تكون أكثر من نجم والاحتياط اللي ينقرد عم بيسجل والنتيجة ممتازة وفرنان بمعظم فترات اللقاء عم بيقدم أداء كويس إيجابيات كثيرة ليونايتد الشيء الوحيد اللي بيحتاجه هذا اليونايتد الاستقرار استقرار الذهني إنه فعلا يتأكد ويكون واتق من نفسه إنه بيقدر يجيب ألقاب إنه بيقدر يمشي بعيد بيقدر ينافس بيقدر يروح يجيب لقب بيحمل كأس هذا الشيء لليوم ما عمله هذا الشيء لليوم من يونايتد من يوم ما طالع فريكسون ما آمن بنفسه رونالدو ربما أعطاهم هذا الإيمان وهذه البداية أنا بس معلاش لأني عم ببث من أبليكيشين جديد بدي أشوف كيف بدينا نشوف التعليقات لأنه مش عم بطلع لي تعليقات أبدا للأسف يعني ما بعرف شو السبب بس حاول أشوف أسئلتكم الآن عن طريق اللابتوب إن شاء الله المهم بالنهاية رونالدو اللي قدموا اليوم كان ممتاز جدا 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 خلينا نبلش يعني هلا شوي بس أوكي يعني حيجون للأسئلة ما تخافوش بعض من الأسئلة ربما لأكثر يعني بشوفها قاعد إنه هذي مجرد بداية ويوكاسل دفاع ضعيف طبعا يعني يوكاسل فرق مش قوي مش مقياس مش معيار المهم يصبر يونايتد بعدين نشوف شو رونالدو ممكن يوصل لكن أنا متأكد منه أو يعني شبه واضح عندي إنه رونالدو هيخلص الموسم بخمسة عشر هدف على أقل وهذا رقم بالسيء بالنسبة للاعب بعمره بالنسبة للاعب حيكون تأثيره المعنوي والشخصية القيادية ربما تضيف لهذه الأهداف أهمية أخرى بداية مهمة أهم شيء إنه سولشاير ما يتراجع ويبلش يدافع بعدما يلقدم واحد سفر ببعض المباريات المضمونة إذا عمل هيك ضع كل شيء إذا عمل هيك راح كل شيء هذا بإيلو هذا باختصار بالنسبة ليونايتد التشكيلة بتجيب دوري فكرة رقم الستة ناس تسألني هل التشكيلة بتجيب الدوري التشكيلة هاي بتجيب الدوري فكرة الإشاعة اللي بلشت تطلع بالإعلام ونقص رقم ستة نقص رقم ستة أصبح شيء ممل من الدفاع عن سولشاير إنه بعد كل مباراة لازم بعد كل موسم في إشي ناقص لازم في إشي ناقص والمدربين الثانيين ما شاء الله في رقم كامل لا لأ الآن هذا فريق كامل هذا فريق بجيب لقب أي تقصير أي عدم تحقيق ألقاب أي عدم منافسة هو المسؤول عليها بلا نقاش الآن فريق هذا عنده بطل عنده هدار عنده لعبين جودة عالية في كل الخطوم مستوى السانشو اليوم شوي بده وقت أنا عن السابع أعتقد لازم سانشو يلعب على اليمين مش على اليسار في المكان اللي ارتاح فيه اللي يلعب فيه أكثر إلا إذا هو مستعد يعيد تأقلم هذا بالنسبة لأسئلتكم بالجهة الأولى الروح للقصة الثانية قصة داني أولمو في برشلونة خلينا نوضح إنه داني أولمو لما يجع برشلونة معناها حيكون مكلف جدا معناها حيكلف سبعين مليون يورو حسب الكلام حتى الآن الآن هذا اللعب وين بيلعب بيلعب جراح يمين بالأساس واليسار وأيضا بيلعب كلاعب خلف المهاجمين لاعب خلف المهاجمين ما في مجال تلعب في برشلونة خلف المهاجمين لأنه بكل بساطة خلف المهاجمين مش موجود في برشلونة هذا المركز أربعة تنين ثلاثة واحد معناها في ناس بقولوا لي الكاميرا طالع عمودي أنا آسف عم بوصلني واتساب فالآن ما بعرفش أنا شو عم بصير صدقا لأنني اضطريت يعني تطبيق الفيسبوك الطبيعي ما بث مباشر فخلينا نكمل بهذا معلش بالنسبة لأن ما تلعب جناح يمين وجناح يسار حيكون هو هناك مفيد مركز عشرة ما فيه لحال الآخر ترجعوا بأربعة ثلاثة لورا هذا الشي صار مع مين مع كوتينيو النتيجة ما نسجم فداني أول مو عشان تسفيد منه أكيد لازم تلعبه بالثلاثة الهجوم بدون فلسفة وتحاول دور له على أي مكان جديد في خط الوسط اللاعب مفيد اللاعب بيصنع أهداف اللاعب شخصيته قوية واللاعب أنا بيجبني فيه إنه ذكي يعني بيحب كورة الخدم بده كورة الخدم بده ينجح وإلا لو ظل بي لماسيا لسنة العشرين واثنين وعشرين سنة من عمره وما أخذ فرصة لأ طلع كرواتيا وبعدين لما إجاب يطلع على لايبزيل كان فيه اهتمام جاي من أندي أكبر واهتمام جاي من أندي الإنجليزية اختار النادي اللي حيلعبه أساسي ويقدمه لدور الأبطال ويعوده ويعوده بدور الأبطال فهذا بس القصة لهون نوصل هنا لهذا البث على الاسبال رحضوري بنتي سنة بولين السلام عليكم ورحمة الله